يعني أنا عندي صديق أمريكي مسؤول كبير وهو مقرب جداً من رئيس بايدن قال لي أنا سنة الـ 88 كرة طالب ثانوية ودزونا سفرة ثانوية إلى روسيا للتحاد سويتي الشيوعي وقال عام 2015 رحضه من وفد من قبل رئيس أوباما بعثني ما قدر أقول اسمي إلى إيران قال وجدت تشابه كبير بين آخر أيام الاتحاد السوفيتي وبين الوضع في إيران قال أنا تعجبت في إيران التقيت مع أشخاص في مواقع رسمية من الحرس كانوا يتذمرون من النظام وأني أمريكي عجيب أنا صارت بي أنا صارت بي أنا شخصياً كنت مع المرحومة كنا نلتقي مع إيرانيين في الاجتماعات وكان الكثير منهم يتذمرون وهذولا جاينا بدقوا هنا لملابس رباط مذاك الوقت أنا فأكو تذمر كبير أكو غلاء أكو قحط اقتصادي أكو ضغط أكو شعور أن أموال إيران تتروح إلى غزة أكو شعور أن تتروح إلى من هذا الكلام